ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي لاجتماع الدور الأربعين المجلس حيث أشاد المجلس بالتوجيه الملكي السامي بتطوير مدرسة الهداية الخليفية إلى جامعة وطنية تطرح برامج نوعية متميزة تخليدا لريادة البحرين التعليمية كما هنأ المجلس جلالة عهل البلاد المفدأ الرئيس الأعلى لجامعة البحرين بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس هذه الجامعة الوطنية والإنجازات التي حققتها بفضل دعم ومساندة القيادة الحكيمة لوطننا العزيز هذا واستعرض المجلس عددا من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال من أهمها تخويل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بدراسة طلبات إنشاء جامعات خاصة بتحويلها بعد الدراسة إلى اللجان الفرعية المختصة وذلك في ضوء تلقي الأمانة العامة للمزيد من الطلبات من عدد من الجامعات العريقة كما تمت الموافقة على مقترح ربط الضمان المالي لمؤسسات التعليم العالي بالطاقة الاستعابية للمؤسسة وذلك حفاظا على حقوق الطلبة وأولياء أمورهم ومصالح أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية في الجامعات والموافقة على اعتماد معادلات القبول بجامعة البحرين الطبية وفقا لمرئيات الجامعة وبعد موافقة اللجنة الأكاديمية وذلك لخلق حالات التنافس بين الطلبة في القبول ووافق المجلس أيضا على وجوب حصول مؤسسات التعليم العالي على الموافقة المسبقة لمجلس التعليم العالي قبل قبولها من الغير أو تقديمها للغير كتبرعات أو هبات هذا وطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن البرامج الموقوفة في بعض مؤسسات التعليم العالي نتيجة للمخالفات التي ارتكبتها تلك الجامعات وقرر إحالتها إلى اللجنة الأكاديمية بغرض دراسة واقع تلك البرامج والتأكد من إزالة تلك المخالفات اتخذ المجلس العديد من القرارات ومنها أيضا اعتماد التقرير الخاص بالاعتماد الأكاديمي لعدد من مؤسسات التعليم العالي كما ناقش المجلس اليوم العديد من القرارات ومنها اعتماد التقرير الخاص بالاعتماد الأكاديمي لعدد مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين وأشاد المجلس بهذه الخطوات وما تحقق على هذا الصعيد كما وجه المجلس الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بأن تتقدم مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين للحصول على الاعتماد الأكاديمي خلال شهر من تاريخه وهذا يؤكد ويوضح مقدة اهتمام مجلس التعليم العالي بمخرجات التعليم في مملكة البحرين والانتقال أيضا ولله الحمد إلى مرحلة متقدمة تهدف إلى الارتقاء بمخرجات التعليم ونبدأ الآن إن شاء الله في مرحلة الاعتماد البرامج الأكاديمية ولا شك إن ما تحقق يؤكد المقدار الجهد الذي بذل من قبل المجلس لتطوير مسيرة التعليم العالي